هل تريد شعرك لون اشعر طبيعي بدون استخدام مواد كيميائية؟ اليوم سنتعرف على صبغة رائعة جدا للشعر الفاتح دعونا يزعد اوقاتكم احبتي اتمنى تكونوا بصحة و خير و سلامة لو تتابعني اول مرة معكم لبين سيحصل على جهة التراب الكيمياء التحليلي خبيرة التغذية للاجئة بلوجه الشيخ و جمال السيدة اليوم سنحكي بصبغة و كثير تلبطوها للشعر الفاتح حتى نحصل على لون اشعر فاتح بدون استخدام مواد كيميائية المطلوبة كتير سهل رح بدنا مكونين و في عنا وسيط للتفاعل المكون الاول هو البابونج واللي ما بيعرف شكل زهرة البابونج او الاقحوان هيدا هو شكلها بعد ما بتكون يابسة وفينا منحنا مناخدها من عند العطار او منشتريها عبر امازون المكون الثاني اللي رح يخلي اللون الشعر يصير سهل حتى يفتح لونه و نحصل على الدرجة المطلوبة هو حامض الليمون نحتاج للخلطة كوب من حامض الليمون و ثلاثة اكواب من منقوع البابونج طيب الهلا الحامض منعرف نشتغله من قوع البابونج مناخد نحنا ثلاثة كاسات من الماء منغليهم ومنحط فقه منو مرح نشربهم منقدر نغلي حتى نحصل على درجة لون عسلية رائعة جداً ذهبية منحط نحنا البابونج فيه بمقدار للكاسة ملعقة كبيرة من البابونج منغليهم سواء مع بعض تقريباً خمس دقايه للعشر دقايه منتركن منصفيهم ومناخد المحلول المائي منضيف إلو عصير الحامض منخلطهم جيداً ومنطبق المحلول الناتج على الشعر بعد تطبيقه تقريباً بشكل خسلي خسلي تغطس بالمحلول هون منحتاج لوسيط التفاعل الشمس يعني نحنا راح نحط شعرنا بالشمس راح ياخد اللون بطريقة كتير حلوة هلا السيدات اللي شعرهم فاتح راح ياخد النتيجة فوراً يعني راح تكون من أول مرة أما زوات الشعر الأسود ممكن نحتاج ثلاث مرات حتى ناخد اللون المطلوب إذن أهم شي هو وسيط التفاعل أشعة الشمس ممكن تقولولي ممكن هنستخدم الاستشوار فيه بالاستشوار راح يعطيني حرارة ممكن تكون نتيجة قريبة لكن الشمس عم بصير في عندي أكسادة شمسية أكسادة ضوئية لا توجد بي الاستشوار بحرارة الاستشوار يعني هي مانا حرارية ضوئية لكن ممكن الاستعادة عنه بالاستشوار بالمناطق المفية شمس مثل عنا نحنا هون بهالبلاد صبايا جربوا هالخلطة وخبروني بالتعليقات كيف كانت النتيجة تأثير اللون هو انتو اللي بتحددوه قدي الكمية اللون اللي بتكون ياها الصبغة تكون شقارة قدي واللون الأشعر أشعر ناعم جدا بلون تقريبا المحلول اللي انتو بتصنعوه فالموضوع بتمنى يكون فاتكم تكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم وما تنسوا من كومنت حلو لايك وشير حتى توصل المعلومة للكل فاعل الخير كناشرهي محبتي وانطروني الفيديو القادم